إلهي إلهي فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه 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 قلب تائب ناجاك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك يلا اتوضه يلا اتوضه وتعالى اركع ركتين والله العظيم والله لو صبقت لذهب همك وزال غمك وحول الله قلقك إلى أمن وحزنك إلى سعادة وفقرك إلى غنى بس اصدق اصدق مع الله جل جلاله تعالى بصدق بصدق والله العظيم سيطهرك الله من كل معصية ومن كل ذنب كما قال الصادق الذي لا تقعد الهوصلة تب اسمع 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 شوف الحبيب النبي عليه الصلاة يقول ايه والارأيتم والحديث في البخارية ومسلم من حديث أبي هريرة فرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى من درنه شيء يعني ايه مش فهمني الكلام ده يا رسول الله قدامك على الباب على باب البيت طرعة نهر لا نهر النبي قال نهر نهر جميل جاري عذر حلو كل يوم تنزل تغتسل فيه خمس مرات ممكن يبقى على جسدك شيء من القذارة او النجاسة مستحيل قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الله 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 تعوز ايه تاني تحترقون تحترقون الحديث في سنة ده ضعف من باب الأمان العلمية تحترقون تحترقون حتى اذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون يعني بالمعاص والذنوب نظرة كلمة الانسان يضعف مهصل عبد انا بشر الرب رب والعبد عبد تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون ثم تحترقون تحترقون فئذا صليتم العشاء غسلته ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيخذه خليك مع ربنا خليك مع الصلاة اوعد سيب الصلاة اوعد سيب الصلاة بعد رمضان اوعد يا رب رمضان هو رب شعبان هو رب شوال هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت لا تكن رمضانيا أيها الحبيب لا تكن رب كن ربانيا كن ربانيا مع الله جل وعلا فوق أي أرض أنت وأي زمان كنت الصلاة صلاة اوعد سيب الحبل ده اوعد تترك الصلاة دي هتضيع والله هتضيع والله هتضيع في الدنيا والآخرة يا الله أولا أدلكم ده مين اللي حيدل لنا حبيب في حد غير حبيب والحديث روال بخاري ومسلم في الحديث يا أبي هريرة أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات يا الله على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره يعني اسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء أو اسباغ الوضوء وأنت كاره لأن المي برد ولأن الجو برد المعنيان وردان اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط لا خد الرواد كمان جميلة أوي حلوة أوي في الصحيحين من حديث أبو هريرة شوف سيدنا النبي يقول إيه والمن تطهر في بيته اتوضى يلا بسرعة في البيت وتعاهد ربك من اللي الذي كان على صارة الفجر في جماعة أوعى فجره أول يوم في شوال تسيب ومن تكتب برح في المسجد أوعى قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته توضى ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله ها خلي بالك كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة طبعا مشيه دمريح بعربي قل لي لفت كوتش يا سيني ما تسعبش ما هيدو خطوة برضو ما هيدو خطوة من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة والأخرى يرفعك الله بها درجة ورويت البخاري سيد النبي يقول لك إيه؟ ولم يزل في مصلاة ولم يزل في مصلاة تصلي الملائكة عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر دعوة الملك ما تردش أبدا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال كذلك ما لم ينتقد وضوءه طول من تجلس في المسجد ولا زلت على وضوءك وجلس في ذكر الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له تبخذ كمان رواع عشان أعدى علي بيت الموضوع لأن الموضوع جميل قوي وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش أخش نفسي لأن نصب الصلاة صلة وكثير من أحبابنا وإخواننا وفرط في هذا الصلة ينفع ينفع ربنا بأن برأك في النعيم اللي انت في ده وما تصليش ينفع يا أختي ينفع تبقى جلس تتفرج على الفيلم وعالمباراة وعالمسلسل وتسمع الأذن وتقول لا أنا خيفي جيجون أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة ومن أشف أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب ينفع ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة ومن يعمل شفاة مسجد عشان العمال يطلعوا من رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق ينفع ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات ينفع والله ما ينفع والله ما ينفع بخطك أيها الحبيب يا أستاذ الفاضل أيها المسؤول يا من منى الله عليك بهذه الأمانة بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا والله العظيم بخطبك بقلبك والله بقلبك لأني والله بحبك وخيف عليك هتسأل بين يدي الملك جل وعلا إزاي تحط جدوى الامتحانات ولا تراعي أوقات الصلوات إزاي والله العظيم جريمة أقسم بالله كبيرة يا أخواننا الصلاة أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد خلاص انت قلت لا إله إلا الله محمد الرسول ترجم بقى ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك حول ترجمة الله أكبر الله أكبر أكبر من الكلية والجمعة والوزارة والتجارة والزوجة والأولاد والأموال أكبر من كل شيء خلاص خلاص أنفض كل ما في يديه وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي آه لو سجد القلب البدن بسجد بس القلب فيه القلب فيه يا أخواننا اسمع العبارة والحفظها منه القلوب جوالة اقسم بالله ممكن جسدك يتسادد والقلب مهمعاه خل بالك بدليل أنتك بتخلص الصلاة مناش عارف مناش عارف أنا قرأت الفتحة وانا جالس ولا قرأت التشاهد وانا واعف ما عرفش كام ركعة فممكن القلب مبقش معك خالص القلوب تحفظ الكلمتين دول حلوين أوي ومن بركة العلم أن أنسب العلم لأهله فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله القلوب جوالة اسمع اسمع دعالي يا أوي إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء قلبك فيه معلق بالعرش في السماء ولا أعزك الله لسه في دورة المية الله يعزك ويرفع قبرك ويحيي قلبي وقلمك انت فيه أيها الحبيب لا خد كمنتر ممتر تاني معاك أول ما تروح السرير وتنام ما عليش يستنى شوء لحظة واحدة فتش فتش عن القلب انت نعم على السرير ايه عم الشيخ محمد قلبي معاك لا والله بس فتش عليه دور عليه قلبك هيبت فيه هيبت فيه في جسم لا لا ممكن يبت في الجسم ممكن يبت في حتة تانية خلي بالك إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطور قلبك أما تنام قلبك هيبيت فيه معلق بيه بالأخرة خيه من موت خيه من مظلما اللي انت رتكبتها النهاردة ولا ما انت شاكل حاجب ما انت شوخ البلك من حاجب وأول ما تصحى ها منشغل بايه بالوضوء ايه او صن الفكرة ده خطرة متى اللي ما صلتش اللي لدي قيم الليل ده الفكرة هيقذب هلا القضية نشغل قلبك هيبيت فيه وفاقتي وأنت مناجات خفية موسيقى موسيقى موسيقى